ترأسها صباح اليوم بقصرة الديمقراطية رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كابادي أعمال الورشة الخاصة للاستماع ببيان محافظ بنك الدول الأفريقية المركزية عباس محمد توليخ الخاص بنشاطات البنك تقرير هارون عبادة إن السياسة الجديدة لنظم المسيرة لعمل بنك دول أفريقية المركزية بياسي تحتم على السلطة العليا للبنك التواصل مع مواطني الدول الأعضاء للبنك المركزي من خلال تقديم رسائل اتصالية مباشرة عبر الكيانات التي تمثل الشعب وهي السلطات التشريعية في كل بلد وفي هذا السياق قدم محافظ بنك دول أفريقية المركزية عباس محمد توليخ بيانا أمام الجمعية الوطنية في هذه الجلسة الخاصة التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كابادي وقد رحب رئيس لجنة نقطة الارتكاز المكلفة بالتدريب والبرش بوفد البنك المركزي وأكد أن هذه المناسبة جاءت في وقت تسعى فيه السلطة التشريعية لمصاحبة الحكومة لمواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية وعقب ذلك قدم رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كابادي خطابا أوضح فيه أن بلادنا الشات تواجه أزمة اقتصادية حادة بسبب الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق العالمية وأن التقدم الملحوظ للوضع الاقتصادي الذي حدث في أواخر العام الجاري والذي حقق بفضل الإيرادات المتواضعة التي لم تكن كما ينبغي بحيث أن أرب النفقات كان ثقيلا على الميزانية العامة للدولة وأبدى تفاوله في أن تحقق مبادرة بنك دول إفريقيا المركزية مقاصدها الرامية إلى إنعاش اقتصادات دول الإقليم وخاصة شات التي تضررت كثيرا من الأزمة الاقتصادية والمالية دكتور هارون كابادي قال إن المساعدة الفنية التي سيقدمها البنك في إطار مهمته الإخبارية والتوعبية تسمح للبرلمانين بالمعرفة الجيدة لهذه المؤسسة النقدية والمالية والمهام الأساسية التي يفترط أن تقوم بها وهي تدعم الحكومة لتفادي الإنخراط في المعاهدات والالتزامات التي لا تعود بالمصلحة الميشودة للبلاد وتخل بتوازن المالية العامة وبعد ذلك تابع النواب بيان محافظ بنك دول إفريقيا المركزية عباس محمد تولي والذي ركز فيه على نقاط محددة بدأها بتقديم نبذة تاريخية عن البنك والإطار المؤسسي والتنظيمي وشبكة البياسي والأعمال والإصلاحات التي قام بها البنك بالإضافة إلى شركائه الفنيين والماليين واللجانة التابعة له وهي اللجنة المصرفية لإفريقيا المركزية كوباك ولجنة مراقبة الأسواق المالية بإفريقيا المركزية كوسيماف ومجموعة العمل ضد تبييض الأموال بإفريقيا المركزية جاباك وكل هذه الكينات تعمل بالتعاون مع منصقية السياسة الاقتصادية والسياق الاقتصادي للسماك كما تحدث عن تدخل البياسي لصالح تشات وقد طرح بعض النواب أسئلة خاصة بألية دعم البنك لتشات وعن استقلالية عملة الفرنك سيفا رد عليها محافظ بنك دول إفريقيا المركزية عباس محمد تولي واختتم الجلسة رئيس الجميع الوطنية دكتور هارون كبادي الذي أشاد بمستوى العرض المعلوماتي الذي قدمه المحافظ والمعطيات التي تحتويه وأكد استعداد الجميع للتعامل مع هذه المعلومات ذات القيمة الرفيعة ومن ناحية أخرى قال إن هذه الخطوة جاءت في وقت تستعد في السلطة التشريعية لمراجعة قانون المالية بهدف المصادقة على ميزانية العام 2018 هذا وقد أكد محافظ بنك دول إفريقيا المركزي عباس محمد تولي إن البنك سيقدم دعما فنيا وماليا لشاد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها شاد القانون البنكي المحافظة للبنك المركزي لازم يعني بقوم ببيان ويخبر البرلمانيين في دول هرسيمات يبقين لهم البنك المركزي للشنو والحميل الشنو والايدان يعني برآمل من البنوك المحلية بأي صفاق والبنكي كذلك يعني بساعد الدول السيمال ذاته بأي طريق فدل الخلاصة بتات السمينير حنال اليوم بالمالين التشاديين في إطار حنال الآزمة الاقتصادية حسا الانير نيشو في بالتشادي وإيضا في البلدان حنال السيماء كوخر البنك المركزي للدول عنده ديون للبنك المركزي فقمنا بتغيير للشروط للديون تمنفجات عندهم غريب أربو مئة وثمانين مليار للبنكي سنترال فالدول في حالها نازمة الاقتصادية ما يكدروا يكفو بهذا قروت للبنك المركزي فحاولنا عشان نجد الزمن بكفوفوغا وخافتنا أيضا الاشروط متعلقة بنسبة بكفوفوغا وخافتنا في حالة 14 سنة ومن ثم أربعة سنة ما يكفوه هذا من ثم الأشياء نعمل للدول فبنك المركزي للساعة أيضا بنوك الشادية عندهم مشاكل مادية أشان بساعدهم فهذا كلها من نشيطات البنك المركزي في الشاد فهناك أيضا نشيطات أخرى بحيثار برنامج التعاون الدولي الشاد عندهم صندوق الدولي وأيضا بنوك للتلمية كبس لبنك العالمي فبنك المركزي أيضا بساعد الدول هكذا في المجال بمناسبة عياد الميلاد قدمت مؤسسة شاد هيلين هند هدايا للأطفال للمستشفى الأقليمي لمدينة كمرة حضرت أقليم مندول بحضور المسؤولين الإداريين في الأقليم تقرير عيشة أحمد دوكي للاحتفالات بالأعياد الرسمية أطياف وأشكال متعددة فكل لون يعطي مذاق مختلف ونكحة خاصة به وأن مؤسسة شاد هيلبين هند اعتادت أن تحتفل كل عام بإيد ميلاد المسيح عليه السلام مع الأطفال وتقاسم هذه الفرحة معهم في رسم البحجة وإدخال السرور في نفوسهم لكن عام 2017 اختلف قليلا عن الأعوام الماضية حيث قدمت المؤسسة هدايا للأطفال حديثي الولادة واختيار أول مولود في ليلة ميلاد المسيح عليه السلام للاحتفاء به وتقديم الحدايا والتبركات لأمه وذلك بالمستشفى الإقليمي لمدينة كمرة حاضرت إقليم مندول وإحدى المراكز الصحية رئيسة مؤسسة شاد هيلبين قالت إن هذه البادرة لم تكن الأولى من نوعها بالنسبة للمؤسسة في تقاسم الفرحة مع الأطفال وفي ختام المناسبة شكر محافظ إقليم مندول أعضاء المؤسسة لاختيارهم هذه المدينة مشيرا بأنه يعد عملا إنسانيا نبيلا كما أسفت في بداية النشر خرج الزعيمان إدريس دبيتنو والرئيس التركي رجب طيب أردقان أقبى اجتماعهما في اجتماع مغلق بيان هذا البيان يوضح توقيب برتوكول اتفاقيات تشمل البنية التحتية وبناء جسر شري ومطار الجرماية ومجمع ثقافي وطريق سريع حيث أكد الزعيمان للتعاون المشترك والعمل مع المكافحة الإرهاب وسنوافقكم بتفاصيل هذه الأخبار في نشراتنا القادمة وبهذا نصل أياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية وسنقلكم إلى مطار حسن جاموس الدولي وهيس هناك سيغادر طيف البلاد الكبير رئيس رجب طيب أردغان فإذا سنقلكم بعد قليل إلى مطار حسن جاموس الدولي لنقل حيثياد مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردغان حتى ألقاكم دمت الحمان الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر